بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين العفاف الاجتماعي هذه سلسلة من الدروس عنوانها قضايا مجتمعية وعنوان درس اليوم العفاف الاجتماعي من عاداتنا أن يقف الطارق على يمين الباب أو على شماله حتى لا تدخل عينه إلى الدار إذا فتح الباب فجأة فيشاهد عورات أهل البيت إنه العفاف الاجتماعي من عاداتنا أنه إذا أراد رجل أن يدخل الدار رفع صوته حتى ينتبه أهل البيت لدخوله فيأخذ حذرهم إنه العفاف الاجتماعي من عاداتنا التحرج من تناول الطعام في الطرقات خشية أن يراه من يشتهي مثل هذا الطعام ولا يستطيع أن يشتريهم فالرجل يأكل ما يشاء في بيته أو في مكان مغلق احتراماً للمارة في الطرقات إنه العفاف الاجتماعي من عاداتنا حياء فقرائنا من طلب المساعدة وترفعهم عن بذل ماء الوجه فماء الحياء عندهم أغلى من ماء الحياة إنه العفاف الاجتماعي من عاداتنا أن نعلم الطفل بأفعالنا أن يشيح بنظره إذا رأى مشهداً فيه كشف عورات أو إحاءات غير لائقة في التلفاز أو الشارع إنه العفاف الاجتماعي من عاداتنا أن لا تترك الفتاة لتنامى في بيت عمومتها أو أخوالها إذا كان من أبنائهم الذكور من هو موجود داخل البيت إنه العفاف الاجتماعي من عاداتنا أن لا تبقى الفتاة خارج المنزل لساعة متأخرة من الليل فالفتيات يرجعن إلى البيوت باكراً احتراماً ورعايةً وعفةً ويحدد للأبناء الذكور وقتاً لا يتجاوزونه في العودة مساءً للمنزل مراعاةً لحرمة البيت هذا الكلام يا شباب لازم تعرفوه ولازم تلتزم فيه هذا عفاف اجتماعي هذا المجتمع مئات السنوات هذه سيرته من عاداتنا أن لا تزور بنت من بناتنا بيت صديقة لا تعرفها أو لا نعرفها وإذا زارت صديقة تعرف أهلها ونعرفهم بالطهر والخلق النبيل فهي تختار للزيارة الوقت المناسب بحيث تكون النساء وحدهن في الدار إنه العفاف الاجتماعي من عاداتنا أننا نعلم أن لبيوت الناس حرمة فلا نرفع أصواتنا أو أصوات ضحيكاتنا إذا كنا ضيوفاً عندهم ولا نخالف أحداً أو نهاتفه في ساعة متأخرة ليلًا إلا مضطرين ولا ننظر إلى شرفة أحد أو داخل داره إلا بإذنه حتى التليفون ما مندأ بساعة متأخرة هيك في عفة مجتمعية في أدب عام في بيوت لها حرمة إذا إسعاف قيمة ما بدك دق إذا شيء قارئ جداً دق إذا بس هيك مكالمة ومسامرة معقول معقول الساعة 12 بالليل عم تدق لواحد عم تقول له اشتقت له بدي حكي معه معقول الساعة 11 بالليل عم تدق لواحد بس تقول له شو مشان رحلتنا بعد أربعة أيام بقول له بنهار يا أخي البيوت لها حرمة في أدب في عفاف هيك اجتماعي موجود بهذا البلد أيها الإخوة هذه صور من عاداتنا الحسنة ربانا عليها آباؤنا وأمهاتنا وزكاها ديننا وشرعنا فكانت عفافاً اجتماعياً العفة هي الامتناع عما لا يحل ولا يجمل قولاً وفعلاً العفة هي الامتناع عما لا يحل ولا يجمل ما في واحد بيستقبل ضيف بالأميس الشيال ولا بيفتح الباب عيب لا يجمل مو لائق هذا ضيف أنت تفتح باب وزقاء ممكن يمرحدة بالطريق أنت لك رتبة كمكاني بيتكم بيت معروف بالرفعة العفاف الاجتماعي حالة مجتمعية يمتنع فيها الأسراد والأسر عن الإنسياق وراء القبائح هيك المجتمع كله ما بينساق وراء شيء قبيح اتفق العقلاء على أن العفة قيمة عليا لأنها تحفظ بصمة الإنسان الأخلاقية ويترتب على غياب العفة انفراط عقد القيم وترهل المجتمعات ويسهم غيابها في بروز الأخلاقيات الهابطة والمتدنية والتي تجر الويلات على كثير من الناس والأسر بل إنها تدمر المجتمعات من هنا جاءت شرائع السماء قاطبة تدعم العفة وترفعها وتندد بمن يهتك أستارها وحسبكم أن تقرأوا سورة النور وصورة النساء وسورة يوسف وقصة بنات شعيب مع سيدنا موسى في سورة القصص بل إن القوانين الوضعية أيها الإخوة العفيفة جرمت من يخدش الحياء ويرتكب الأفعال المنافية للعفة والآداب العامة لأن هتك العفاف مؤذن بخراب البلدان عن عطاء بن أبي رباح قال لي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى قال هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي معها مرض تجي نوبة صراء نسأل الله العافية لنا ولكم جميعا ولكل المرأة تشوفوا أنتم نوبة الصراء بتشناج وبكزع لسنانه ويخرج زبدا ويسقط في الأرض قالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتي صبرتي ولك الجنة وإن شئتي دعوت الله أن يعافيك فقالت يا رسول الله أصبر ولكني إذا صرعت تكشفت فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع فلا تتكشف الله أكبر يا أخوان لقد رضيت هذه المرأة بهذا المرض الشديد ولم ترضى أن تتكشف أنا أصرع معلش فسدعي لي بس ما أتكشف في عفة في خلق عالي 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 يمنع الإنسان من أن يرتكب المحرمات أو القبائح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضعوا ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي أنتم تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة السيدة عائشة فالأنبياء يدفنون حيث يموتون لما مات سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه دفن بالقرب من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنا عائشة فوت على غرفتها قال تقيم الغطع على الراسة يقول إنما هو زوجي وأبي قال فلما دفن عمر معهما فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر الله أكبر عمر ميت يا أخوان عائشة حكي شر شو هالتربية هذه ما هذا الخلق ما هذا السمو في التربية العالية جدا إنها العفة في كمالها في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إن عفافنا الاجتماعي أيها الإخوة في بلادنا العربية والإسلامية والحمد لله دفعنا لنفاخر بالعفاف ونتسمى به فنحن نسمي بناتنا عفاف وعفة ونبيلة ونسمي أبناءنا عفيف وطاهر ونبيل وشريف بل إننا جعلنا من العفاف ألقاب عائلاتنا في الشام يوجد عائلة شرف وعائلة الشريف وعائلة الطاهر تباهياً بالعفة والعفاف في دمشق حي أسميناه العفيف لأننا قوم نباهي بالعفة والنبل والامتناع عما لا يحل ولا يجمل أيها الأخ الكريم إن العفة تكون بالبصر أن تغضه عن المحرمات وتكون باللسان أن تكفه عن الكلمات النابيات وتكون بالسمع أن تترفع عن سماع الترهات وتكون بالثوب أن يكون ساتراً للعورات وتكون بالجوف أن لا يدخله مالاً لا يحل من المطعومات والمشروبات وتكون بالنفس أن تسمع عن الدنايا وسؤال المعونات إنه مما ينافي العفاف أيها الشباب استخدام أجهزة الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بعيداً عن ضوابط العفة والدين إنه مما ينافي العفاف إقامة الصداقات والزمالات بين الشباب والفتيات بعيداً عن ضوابط العفة والدين إنه مما ينافي العفاف ارتداء ما شئتم من اللباس بعيداً عن ضوابط العفة والدين إنه مما ينافي العفاف هذا الاختلاط الإلكتروني بين الرجال والنساء بعيداً عن ضوابط العفة والدين إنه مما ينافي العفاف الجري وراء أهوائنا وشهواتنا بعيداً عن ضوابط العفة والدين ختاماً أيها الإخوة كيف يمكن أن نعزز العفاف الاجتماعي وهذا واجب كل واحد بناتنا فيما يستطيع من هذه المفردات بس هذا المجتمع هكذا مجتمع عفيف فيا أيتها الأجيال الجديدة حافظوا على ما كنا عليه حتى نبقى في رفعتين وفي طهر كيف يمكن أن نعزز العفاف الاجتماعي؟ أولاً غرس مراقبة الله تعالى وخشيته ومحبته في القلب وليس شيء أنفع للقلب ليمتلئ حباً لله وخشية من الإكثار من ذكر الله لازم أدماً بتقدر قلبك يمتلئ حباً لله وخوفاً منه وتصير كلماتك محسوبة ونظراتك محسوبة ومشاويرك محسوبة ورسائلك محسوبة إذا امتلأ القلب حباً لله وخوفاً من الله كيف أكثر من ذكر الله تعالى؟ كثرة الذكر تورثك الحب والحب يورثك مراقبة المحبوب ومراقبة المحبوب تورثك الانضباط في كلماتك ونظراتك وسمعك وما يدخل إلى جوفك وذهابك وإيابك كيف نعزز العفاف الاجتماعي؟ غرس مراقبة الله عز وجل وخشيته ومحبته في القلب اثنين تيسير الزواج كلما يسرنا الزواج أكثر على أبنائنا وبناتنا كلما عززنا العفاف الاجتماعي ثلاثة إظهاروا القدوات الملتزمة بالعفاف الاجتماعي وطمسوا أضضادها بكرة بالعيد خذ أولادك زيارة لأناس معروفين بالعفاف الاجتماعي كلامهم راقي نظرهم راقي سمعهم راقي خلي ابنك يعرف هذا القدوة أما مغني بيشرب مخدرات وهو معروف لأنه يشرب المخدرات هذا أبداً لن يكون قدوة ولا يصلح أن يكون قدوة أما مطربة غربية بالسقط هي العنوان ولا يمكن أن تكون هذه تصلح أن ينظر إليها أصلاً كيف نعزز العفاف في المجتمع بإظهار القدوات الملتزمة بالعفاف الاجتماعي وطمس أضضادها أربع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالعفة لازم أنا إذا شفت واحد عم بيخربك بالعفة يقول له هذا رفيقي أخي ابني جاري شريكي أما يلا شو بدي فيه كل من على دينه أمضيعينه أما من لا يقدر انتشر القبح في المجتمع وآذانا جميعاً لأنك سكت ولأنني سكت خامساً وأخيراً تطبيق القوانين المتعلقة بخدش الحياء والآداب العامة نحن في عنا قوانين بالبلد وضعت فقط مشان يلي بسيء للعفة يعاقب مثلاً المادة 519 من قانون العقوبات السوري يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من أقدم على صنعي أو تصديري أو توريدي أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياة بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها هذا القانون يلي بيوزع صورة ما حلوة بنحبس لثلاثة شهر لثلاثة سنين يلي بيروج لهذه الصور يلي بيدل وين بتنبعها إنحط بالحبس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من أقدم على صنعي أو تصديري أو توريدي أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياة بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها هذه المادة خمسمية وتساطاش ويوجد غيرها من المواد المعاقبة لمن اعتدى على العفة أو وسائلها كالمادة أربعمية وتلاتة وتسعين أربعمية وتسعة وتسعين خمسمية خمسمية وستة خمسمية وسبعة خمسمية وتسعة وغيرها أيها الإخوة خلاصة الأمر مهما عففنا رفعنا وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى أيها الأحبة إن تقوية أواصر المجتمع ديدن كل نبيلا وحكيم ويدعو الإسلام في كل تعاليمه إلى الجماعة والاجتماع وتقوية أواصر المجتمع وينهى عن التفرد والتفرق والتناحر وإضعاف أواصر المجتمع والعفاف الاجتماعي ينفع الأفراد ويقوي أواصر الجماعة فالزموه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة